أعودنا مرة أخرى عزيزي المشاهدين لستوديو مصر جميلة وزي ما عودناكم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا هنتكلم عن القارة السمراء قارة أفريقيا الغنية بالكثير من المعادن هي قلب العالم ومصر قلب قارة أفريقيا كيف نستطيع بالتكامل أن نواجه الكثير من المعوقات أهمها تغير المناخي إزاي ممكن يكون فيه باسبور واحد وده اقتراح ترح من قبل الدولة في الفترة الأخيرة باسبور واحد يستطيع أي شخص ينتمي إلى قارة أفريقيا أن يتجول بين الدول إزاي ممكن بالتكامل وتأكيد كان فيه هذا التوجه من يعني وإحنا بنحتفل بثورة يوليو في شهر يوليو ومضى 23 يوليو إزاي كان فيه اهتمام بالقارة الأفريقية وإزاي كان فيه عشق المصر من خلال فقرتنا مع الكاتب الصحفي علي الهواري متخصص في الشؤون المصرية والعربية والأفريقية والدولية أهلا محردك يعني هذه القارة السمراء اللي ظلمت كثيرا ونوهبت جميع مواردها ويتمتلك الكثير من الموارد كنوز العالم موجودة في أفريقيا يمكن بتصدر المواد المصنعة وبتستورد مواد مصنعة إحنا قادرين على ده ولو ده حصل أكيد ستبقى هي قمة العالم إلى أي مدى نستطيع أن نحدث تكامل بين هذه الدول وما دور مصر الفعال بموقعها ودورها الدائم منذ القدم وزي ما بقولها قلت كده 23 يوليو كان احتفال بمصر وازاي هذه الثورة حررت مصر وأيضا كان فيه توجه لهذه قارة السمراء أبعت برقيات تهنئة أولاً للجيش المصري بمناسبة صور 23 يوليو 52 الجيش المصري اللي قدم تضحيات وكان هو السبب الرئيسي فيه أن مصر نالت استقلالها ونالت حريتها وأن حصلت على الاستقلال وأن الجيش المصري ما زال يقود حركة الاستقلال المصري واستقلال القرار المصري وبرقيات تهنئة أيضاً للشعب المصري اللي دايماً بنلاقيه بيوقف بقوة في ظاهر قواته المسلحة وظاهر قيادته السياسية وتهنئة أيضاً للقيادة السياسية اللي الآن شايفين فيه إرادة سياسية قوية جداً لعودة مصر إلى القرى الأفريقية واستعادة أفريقيا اللي كنا احنا طبعاً فقدناها في الفترات الماضية لو ما احنا طبعاً الرئيس أو الزعيم جمال عبد الناصر لما قاد صورة 52 قاد حركات التحرر الإفريقي وقدم الدعم للزعماء التحرر في إفريقيا حتى نالت إفريقيا أقلب الدول الإفريقية نالت استقلالها جمال عبد الناصر أيضاً هو الذي عاد لمصر حريتها واستقلالها شفنا الثمن البهز اللي دفعته مصر من أجل الحصول على استقلالها وعلى استقلال قرارها السياسي خاض طبعاً العدوان السلاسي شفنا حرب الإسنزاف شفنا حرب 67 اللي كانت هي مؤامرة الحقيقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بسبب قناة السويس آه بسبب قناة السويس وغيرها بسبب الأفريقية لم يكتفي الرئيس جمال عبد الناصر باستقلال مصر فقط ولكنه امتد إلى الدول الإفريقية والوطن العربي بسنا طبعاً بسدد أفريقيا ومعنا تقرير يعني هنرجع نستانف حوارنا هنخرج لنشوف هذا التقرير ونعود مرة أخرى للأستاذ الاقتصادي الإفريقي يعد أهم خطوات التعاون والاهتمام بالوقت الحالي نظراً لما له من الأهمية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي ورفاهية الشعوب وقد أولت الدول الإفريقية اهتماماً بهذا الحل نظراً لما تعانيه من تدهور الأوضاع الاقتصادية وخاصة من خلال المنظمات الإفريقية الفرعية كما اقتصادي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن في دول القارة لافتاً إلى أن مصر تولت قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين في فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولي والإقليمي من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب وتتعلم مصر رئاسة هذا الكياد المهمة في ظروف بالغة الدقة تتزامن مع تغييرات ملموسة على المستوى الدولي والإقليمي على الأسعاد السياسية والاقتصادية وبما بات يتطلب تكاتف جهودنا لمواجهة التحديات التي تواجه شعوبنا وتؤثر على قدرتنا على الاستمرار في المسار التنموي لدولنا أمام عيونها أهدافا محددة خلال رئاستها للنباد ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية النباد برئاسة المدير التنفيذية السيدة ناردوس بيكيلي ومن خلال التشاور المستمر مع الدول الإفريقية الشقيقة وبما يعمل على التنسيق تطيع بالتكامل الآن ومشروعات كثيرة كالكترة الكهربائي والباسبور الموحد أن يكون هناك تكامل بين مصر وهذه الكارة ومصر دورها في الماضي والحاضر بالتأكيد دورها هم سأقول تاني وأستكمل الحواري مع حضرتك عن دور مصر ما بين الماضي والحاضر طبعا مصر لو شوفنا دلوقتي سياسة الدولة وسياسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هللاقي أن ما يحدث الآن هو استكمال لصورة 23 يولو أو أهداف صورة 23 يولو 52 مصر الآن تعود إلى أفريقيا بالقوة أنا يعني بأطلق على هذه المرحلة في تاريخ مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم البلاد مرحلة عهد الرئيس السابق أو الأسبق محمد حسن مبارك كان تم إهمال القرى الإفريقية وأصبحت أنا بأطلق عليها مرحلة الإهمال والنسيان يعني فالآن نحن نشهد عودة مصر إلى الساحة الإفريقية بقوة في كل المجالات مصر تقود حركة التنمية في إفريقيا مصر تقوم بربط الدول الإفريقية عبر قطار زي ما ذكرت حضرتك قطار أو طريق بري يربط القاهرة بكيبتاون عاصمة جنوب إفريقيا هذا المشروع مشروع العصر مشروع القرن هذا المشروع يمتد في حدود 10 تلاف كيلومتر يربط تسع دول إفريقي هذا المشروع هو حلم لربط القرى الإفريقية بريا وسيحقق الكثير من الفوائد الكبيرة والعظيمة منها طبعا فوائد اقتصادية فوائد سياسية فوائد اجتماعي على المستوى الاقتصادي هيزيد حركة التجارة بين الدول الأفريقية هيربط بينها وهيزيد الروابط الاجتماعية بين شعوب القارة أيضا كما ذكرت حضرتك البصبور أو جواز الفريقي الموحد هذا حلم من 63 أنه يصدر جواز إفريقي موحد يربط القرى الإفريقية شعوب القرى الإفريقية ببعضها هذا الجواز تم الحديث عنه أخيرا مصر تحدثت عنه وأعادت إحياءه مرة أخرى لأن هذا الجواز طبعا هناك حلم أني احنا فكرنا في هذه الخطوة قبل تشينجين واللتحاد الأوروب بالضبط 63 بالضبط كان الرئيس عبد الناصر أصر هذه القضية يخطط لهذا وده بيبقى تمهيد للتكامل الاقتصادي التكامل العام بين الدول الأفريقية وصولا إلى الوحدة الأفريقية وصولا إلى الحلم الأكبر وهو اللقود يعني صورة عظيمة جدا من أجل عودة إفريقيا وعادة إفريقيا لأن كما ذكرت حضرتك أن أفريقيا غنية بالموارد الطبيعية والموارد البشرية ولكن للأسف طبعا كان صورة يوليو كانت أول هدف من أهدفها هو القضاء على الاستعمار ومحاربة الاستعمار أنا أعتقد أني مازال هذا الهدف موجود ومازالة القيادة السياسية حاليا تسعى إلى استقلال الدول الأفريقية لأن القيادة السياسية تدرك أن البداية التنمية أو بداية النهوض الاقتصادي في القارة الصمراء يبدأ من الاستقلال أو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأفريقية وده شعار رفعته مصر دايما بترفعه في المحافل الدولي مصر الآن بتنقل هموم القارة الأفريقية إلى المحافل الدولي هي التي يعني صوت أفريقيا كل المحافل يتحدث عن هموم القارة وعن مشاكل القارة وعن إيجاد حلول القارة شفنا حضرتك أن مصر بتتبنى قضية المناخ بقوة ومصر تستضيف قمة المناخ وتتحدث عن أفريقيا وتنجح في عمل صندوق للأضرار والخسائر اللي بيحقيقها لأن الدول الأفريقية هي أكبر الدول يعني المتضررة من التغيرات المناخية حالياً فمصر الحقيقة يعني بالتأكيد الدول الكبرى بالتأكيد فمصر الآن أنا أعتبر أن العصر الزهبي أيام عبد النصر عادة الآن ومصر الآن تقود التنمية في أفريقيا وشوفنا حضرتك الشركات المصرية الكبرى بتقوم بعمل مشروعات عظيمة فيه وعلى رأسيها شركة المقاولون العرب بتقوم بعمل يعني مشروعات عملاقة قام بها الزعاماء وقادة الدول الأفريقية إلى مصر ذا يباين لحضرتك يعني الاهتمام اهتمام القيادة السياسية بالقرأ الأفريقي ويؤكد على وجود إرادة سياسية قوية كما كانت أيام الرئيس عبد الناصر لعادة مصر إلى أفريقيا ولأن مصر طبعاً امتداد أفريقيا بتشوف حضرتك أيضاً يعني الدور مصر في يعني الدور مصر في أفريقيا يقوم على عدد من المبادئ أول مبدأ وهو التنمية والأمن مصر ترى دايماً أن التنمية لا يمكن أن يكون هناك تنمية بدون أمن واستقرار وآمن أفريقيا يبدأ من مصر طبعاً أمن مصر يبدأ من أفريقيا طبعاً ولذلك حتى مصر أطلقت مبادرة إسكات البنادق يعني بعد توليها الاتحاد الأفريقي في 2019 لأنها تعلم أن البداية بداية التنمية وبداية النهضة الاقتصادية تبدأ من الأمن تبدأ مصر للكثير من المشروعات القومية العملاقة في القرأة الأفريقية وربطها بمصر مش عايزين ننسى كمان التجارة البينية وخاصة أن كانت التجارة هي وسيلة التواصل في الماضي يعني التجارة بين مصر بتأكيد ده جزء من العلاقات يعني مصر لديها يعني مشروع ضموح للقرأة الأفريقية مشروع ضموح يعني يتعلق بالسياسة بالاقتصاد بالاجتماع بدمج الشعوب القرأة مع بعضها فهو مشروع ضموح جدا وأنا شايف أن مرحلة العلاقات المصرية الأفريقية مرت بأربع مرحل زي ما قلت لحضرية المرحلة العصر الزهبي وهي مرحلة الزعيم جمال عبد الناصر المرحلة الثانية هي مرحلة الرئيس السادات ودي كانت مرحلة جمود بسبب أن مصر تفرغت لتحرير الأرض سيناء المرحلة الثالثة هي مرحلة الرئيس حصني مبارك وأخيرا هذه المرحلة اللي بنسع فيها للتنمية والتكامل بالتأكيد ملف محتاج الكثير من الحوارات والكثير من الوقت بشكر حدثك لذيق الوقت وفي نهاية حلقتنا بأكد على أن التكامل مع القرأة الأفريقية السمراء هو هدف للدولة تسعى عليه منذ سنوات وبالتأكيد نحن على مقربة من مزيد من العلاقات القوية بهذه القرأة كنا معاكم ومصر جميلة إلى اللقاء وحلقة جديدة وفريق عمل جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة